المترجم للقناة تأمرها على الجزائر حيث أوصلت برمز التورى الرمز الذي طرد في رنسا أوصلته عن طريق هذا السافل وهذا السفيه وأسمحوا لي على هذه العبارة لأنني لا أجد أي وصف أصف به هذا الرجل إلا هذا الوصف أنه أوصل برمز التورى إلى أن تدخل في منعرش خطير مع جيش الوطني الشعبي اللي هو جيش تحليل وطني ومع المؤسسات الأمنية التي حامت الجزائر في سنين مهمة وكانت وراء الاستقرار في الجزائر برمتها إذن أظن أن هذه التصريحات إن كان هذا الرجل اتهم بالمعارضة في جبهة حليل وطني بأنها تتحرك بأوامر المؤسسة الأمنية فأقلوا له من خلال منبركم أن هذه المعارضة شرف لها لأنها لم تتحرك بأوامر المخابرة الفرنسية والمؤسسة الأمنية الفرنسية إن هذه المعارضة أظن فيه في صميم الصواب والمؤسف أن هذا الرمز أصبح الآن يتحرك بأوامر فرنسية وبأوامر المخابرة الفرنسية هذا خاصة بعد التصريحات الذي سبق وأن سرح بها سيد الأمين عن جبهة حليل وطني بعد خروج سافر فرنسا من مقر جبهة حليل وطني إذن الذي نطلبه من المناضلين المخلصين والشرفاء اللي هم موقفين في جبهة حليل وطني أن يوصل هذا الرجل إلى الاستقالة أو الانسحاب من هذا المنصب لأنه لا يلق به ولا يشرفنا أن يكون هذا الرجل يترأس جبهة حليل وطني اللي هي رمزنا ورمز كل الشعب الجزائري ورمز التوراة ونتمنى أن تكون في حركة في أقرب وقت إن شاء الله لتنسف هذا الرجل من هذا المنصب ويحق لأن إنسان آخر فيه روح الوطنية ويعرف قيمة جبهة حليل وطني وما هي قراءتكم من هذه التصليحات في هذه الأويناء؟ القراءة تعني فيما يخص هذه التصليحات في هذه الأويناء أظن أن في بعض الجهة اللي هي تسمى بمافيا المال هي للأسف أنها تحاول أن تناور لتهزة أمن واستقرار الجزائر فهيهات أن يكون لهم ذلك لأن كل الدول الذي عصف بها وضربت في مشروع الرابع العربي ومنها العراق ومنها سوريا ومنها ليبيا أول مؤسسة استهدفت فيها في هذا المخطط الخطير ومخطط العدو كانت أجهزة أمنها هي التي استهدفت في الأويناء الأولى وبعدها كان المؤسسة العسكرية في المرحلة الثانية وسهل عليهم الأمر لينقضوا على البلد وعلى خيرته وعلى شعبه أظن أن هذه التصريحات تصاغ في نفس المؤامرة التي دبرت للعراق ولسوريا ولليبيا ولعدة الدول العربية في مخطط الرابع العربي لكن أنا أظن أن مؤسستنا تابتة والتحية كل تحية لكل الرجال البواسل الذين حموا بأرواحهم هذا الوطن وكانوا سبب في استقرار هذا الوطن ولا أستثني منهم أي جهة من المؤسسات الأمنية والعسكرية وكذلك الشرطة والدرك لكن الذين يظنون بأنهم سيفزعون الشعب الجزائري مرة أخرى عن طريق ضرب المؤسسات الأمنية والجيش الوطني الشعبي نقول لهم أنتم مخطئون في العنوان فاختاروا شيء آخر مع هذا الأمر لأن هذا الأمر كبير منكم وأتمنى أن تكون إجابة ليس من المؤسسة الأمنية والعسكرية تكون إجابة من طرف أعضاء اللجنة المركزية ليزوحون هذا الغبي في أقرب وقت من جبهته الوطني ونشكركم على هذه الأسئلة العاف